صلاة بولوس فهو تعبير عن الشخصية عن الإرادة عن العقل عن الضمير عن العاطفة فهو مركز متكامل جدا فيقول أن نتأيد بالقوة وهذه القوة هي قوة ديناميتية قوة متفجرة وهذه القوة هي قوة إنيرجيا التي تتكلم عن طاقة وعن حرارة داخلية فالإنسان يتأيد في القوة فينتعش داخليا ولاحظ تتأيد بالقوة بروحه أي بالروح القدس بروح الرب فإذن هذه القوة هي قوة غير محدودة طبعا الإصحاح الأول كان التركيز على الاستنارة الروحية وهون بكمل هذه الصلاة يحثنا على القدرة الدافعة لأنه منشوف عدة طلبات من خلال هذه الصلاة بيصلي من أجل القوة وهذه القوة هي قوة الروح القدس للحياة المسيحية طبعا حسب غنى مجدهي فنحتاج يوميا إلى قوة الروح القدس من أجل هذا قال رسول بولوس لكنيسة أفيسوس امتلئوا بالروح اشتركوا في القناة